لما شفت الدعاية لهالمشروع الكتير حلو ما استغربت انه يكون بايقلي صعب لانه بينقلك لامطرح تاني بينقلك لانتيريور مختلفة عن كل شي بتعرفه وبيكفي انه اخذك على محل رواء بعيد شوي عن ضجة المدينة ولكن انت كتير قريب من المدينة حسنات هيدا المشروع كتير رح نعرفه اكتر ورح نحكي عنه اكتر مع بوب صبري اللي هو شريك ادارة بشركة اوهانا ديفلوبمنت صباح الخير اهلا وسهلا فيك صباح النور كيف صحبك كيفك انت خلنيقول اوهانا ديفلوبمنت عندهم كذا مشروع ولكن احنا اليوم رح نحكي عن اوهانا فيلاز انتيريور باي اليسا صح مظبوط انا شفت الاعلان وشهقت عملت هيك لانه كتير حلو الاعلاني اللي محطوط وهو بلشنا شغل على الارض يعني هلأ عم نبلش تقريبا بلشوا العالم يجوا ويسألوا لانه بتعرفي عملنا كامباين كتير كبير صح والحلو بهيدا الشي انه الاصداق يلي عم تجي كتير ايجابية وعم نشتغل على عدة قصعدة لحتى العالم تحس انه قادرين هن يحصلوا على هيكي بروجي او على هيكي فيلا لانه نورمالي لما بتشوفي شيء هلقدي حلو او هلقدي واو يمكن العالم تنقذ هلقات فيه لكجري كمان صح يمكن العالم تنقذ يمكن تقول هيدا مش لقلي او انا ماني قادرة لا نحنا بالنسبة لقلنا لكجري is for everyone and we're working on that بكل مشاريع اوهانا مش بس بالمشروع يلي هو اوهانا فيلاز انتيريور باي اليسا اليوم لما منقول باي الي صعب يعني هي هالكلمتين لحالهم ادي عطوا امباكت عند الناس يعني او اذا بدك شو الامباكت اللي عطوا للناس that's very good question نحنا هيدا المشروع اول شي هو اول مشروع الي صعب بحط touch له فيه بلبنان when it comes to real estate okay تاني شغلي هدا اول branded project نحنا بنعمله او بينعمل بكل لبنان مع حدا على هيدا اللذل يعني اللي عم نحكي فيه so دغري العالم لما عم بتشوف انه انتيريور باي الي صعب ميزون وهو هيدا اللاين يلي صعب عم يشتغل عليه للفرنيتشر للانتيريور كل العالم عم تسأل بده تعرف انه الي صعب هو عامل فيلا الي صعب هو عامل فرنيتشر شو التوتش طبعه وهي فعليا الي صعب تعرف انت he will not accept anything to go out if he's not happy with it but the focus is on the interior يلي هنه فرنشت باي الي صعب ميزون يعني عم نحكي عن الفرش يلي رح يكون موجود بي اقان ناس حلو راح تشتري الفيلة مفروشة لا فيهم يفرشوها لا اذا بدك هيدا الحماس كله بالعكس فيه احلى من انك انت تريح لهم راسهم وتجي تقلهم انه هيدا المفتاح على وسهلة فيكن منمسح اجرينا ومنفوت صح يعني اقل الكركب اقل بكل اقلنا صح عندهم الابشنز كله يعني اذا بدك كل السيت اوبس موجودين بيقدروا يشوفوا الابشنز وبنقوا هنه اللي بدون ايه اوكي اليوم اذا بدون يعرفوا اكتر عن هيدا المشروع باب اهنا ديفلوبمنت وين موجودين يعني كيف يسألوا كيف ين يعرفوا كيف ين يحكوكم اذا فيهم يتصلوا فينا على سفر ثلاثة سفر خمسة سفر ثلاثة سفر خمسة سفر خمسة بيتصلوا فينا وبيقدروا ياخدوا موعد ويطلعوا يشوفوا الابشنز لان انا بديقول انه اوهانا ديفلوبمنت مش بس عنده هذا الابشنز عنا كمان بروجيك يلي هو اوهانا هيلز يلي موجود كمان بمديار مديار هي جيتد كوميونيتي يعني هي من احلى الجيتد كوميونيتيز بلبنان لانه فيها كونتري كلاب فيها جاردنز وكتير قريبة يعني ففتين منتز من بيروت وبس توصل على مفرق الدمور ثلاثة دقايق بتكوني فوق وبقلبها عنا اوهانا هيلز يلي هو المشروع الاساسي اللي بلشنا فيه وكملنا فيه وبديقول انه بكل الازمة يلي صارت ونحن بلشنا البروجيك قبل بثلاثة اربعة شهر من الازمة كملنا فيه وسلمنا وكملنا وموقفنا عملنا بروجيك بيو اي اي يعني بالإمارات عملنا كمان شيء اسمه اوهانا باي دي سي وعم نعمل شيء اسمه اوهانا تاورز وعم نشتغل هلأ على البروجيك تبع انتيريرز باي اني صعب نزوم كم فيلا رح يكون في باب بهذا المشروع تقريبا مية وخمسين فيلا عم نشتغل عليهم اوكي انا رح اقول لك شي لما منشوف هالصور او لما منشوف هالفيديو قاطع على اوهانا ديفلوبمنت عم تفرجينا فيه عن الفيلاز باي اللي صعب بتقول انت واو لما اوقات ناس بتروح مش هان تكون على حيالة مشروع تاني بتكون كمان شايفي نفس الشي بتنصدم تقول اه هيدا اللي انا شفته بالفيديو هيدا ما بيشبه اللي انا شفته صح 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 اليوم كيف انتو عم تقدروا تعملوا هالكومبينيشن ما بين هالشي اللي هالقد بيبين اديه حلو ولكجوري ومرتب وما بين انو نروح على الارض ما ننصدم سلبيا عم لحتي طفمت عليك هعطيك اكزامبل لانو احسن شي يعني التجاوب على هالسؤال بالطريقة الانسب هو تعطي شي ملموس على الارض البروجيه اللي قبل هو اوهانا هيلز اذا تفوت على الوابسايت طبعنا اوهانا-development.com ستشوف الرندرز كيف كانوا وفيك تطلعي على الارض يعني على الارض وتشوف الحقيقية الفيلة الحقيقية كيف صارت واذا بتقارني بيناته ونصدقيني في كتير اوقات نسمع من العالم انو عن جد الحقيقية هي احلى من الرندر طلعت مع العفش ومع البوزيشنينج ومع كل شي يلي بقدر اللي كيه انو الركد طبعنا بيقول انو الرندرز عم نعمل مثله واحلى على الارض بعض وهيضا المطلوب واصلا رديت فعل الناس اذا بدك ولانو في مشاريع سابقة بتقدر العالم كمانا تعمل مقارنة تقدر تنزل على الارض بتقدر تشوف المشاريع اللي انتو عملينا قبل خاصة انو عم تشتري بالاخر فيلا يمكن عم تشتري بيت احلامة يمكن عم تشتري من بعد وقت كتير طويل فبدا تكون عن جد مريحة راسة من كل هالتفاصيل فبتقدر تطلع على الموقع بتقدر تشوف الموقع بتقدر تزور هيدا الموقع الفيلاز بوب قدي كبرون تقريبا عم نحكي بي في عنا فرايتي يعني فيك بتروح من الميتين وخمشين متر نظرة قالك نظرة للفيديو لانو عم يقطع ما بدي ما بدي روح شي منه ايه فإذا هي بتبلش بين الميتين تلات مية يعني في عنا فرايتي كبيرة وفي عنا كذا اوبشن موجودين على الويب سايت فيكم تفوتوا وتدخلوا العالم فيها تفوتوا وتشوفوا والحلو انه كل اوبشن بيحاكي نيد معينة يعني طلب معين عند العالم وبتقدر تعمل واحدة تكون سوبر كومبلكس وثلاثة طوابة وبيسين وكل شيء وبتقدر تعمل واحدة بايسك الابشنز موجودين انتو اكيد حطين اذا بدك القصص الاساسية ولكن اذا فيه كلاينت بده يغير اشياء معينة بيقدر يعمل قصص على زوءه بيقدر اكيد سؤال عظيم هذا لان دايما منواجهه على الارض طبعا نحن نعمل الاشياء البايسك بس لما يجيزبون يمكن مثل ما قلت عم يتجوز او عنده عائلة او بده يغير في عنده كتير طلبات عنا تيم خاص بهذا الشي يلي هو يفصل الفيلا على زوجه صح الكاستمايزايشن تيم بيقعد مع الكلاينت بياخد منه ريكوايرمنت شو بده يغير شو بده يزبط وبيشتغل على هيدا الاساس اكيد بيعطيه كوت على اساس الطلبات الادشنال وبيشتغلوا على اساسه سوا والتسليم بعد قدي وقت يعني نحن هلأ عم نفكر وذين تقريبا اييرا نحاف اييرا نبلش نسلم هلأ اذا بلجنا نبلش نسلم حلو ما بدي فوت انا اكيد بموضوع الاسعار لانه هيدا الشي بيرجع لك الفيلا لك الكبر لك المساحة يعني ما بدي احكي فيها ولكن هل خليني قول هل في مقصمة يعني بتدفع هلأ بترجع مثلا بعدين بتدفع امانت معين قبل التسليم بدك تكون دافع كل شي يعني بس الناس هيك تاخد فكرة لكن يلي رحقوله انه نحن حتى وقت الازمة قدرنا نعمل تسهيلات اذا بدك للدفع لتكون بتساعد الكل وبنفس الوقت هون بهذا البروجيت على اكيد عم نحكي عن بروجيكت سلوكجري بس البلان طبعه يعني البلان تقسيم الدفع معمول بطريقة مدروسة لا يقدر يكون متل ما انت عم تقولي بايدا تايم يستلم الواحد الفيلا يكون هو مرتاح والتسليم يكون مرتاح كمان مية بالمية اليوم ما في شك انه الفيلا ما في شك انه المشروع اللي عم تعطوه كتير حلو وكتير راقي وكتير مرتب اليوم بيجي بيقلك انه بس مية وخمسين فيلا مش معقول نحس بعجقة يعني مش معقول نحس انه ضغطت ناس كتير يعني في بالاخر عيال في كوميونيتي كبيرة صارت تساكنة هو هذا الحلو بالجايت كوميونيتي في كتير منه بالامارات مثلا اذا بتشوفي الارض طبعا مية وخمسين فيلا هي مية وخمسة وسبين الف متر مربع هي ارض كبيرة واذا بتطلع على مدياري اللي هي جايت كوميونيتي اللي نحن فيها محل كتير حلو بطلع البحر على فترة المطرح الالتلية حسيت انه بديو يكون عنده سيفيو كتير حلو صدقيني اذا بتشوفي الموكب فيلا المعمولة وتوقفي على البالكون وتتطلعي بتحسي حالك بغير عالم بتشوفي البسين وبتشوفي البحر وبتشوفي المغيب تشوفي المغيب كتير حلوة وبالتالي ما يعتلوا هم العالم يعني رح يكون فيه برايفيسي طبع كل حدا بالفيلا طبعه بحياته ببيته بس بس الحلو انه مسكرة صح طبعا في كونتري كلاب كمان عم نشتغل عليه في جاردنز في سبورت سنترز في كل شي معقول واحد يتخيلوا يعني بتفوتوا على الفيلا فيكن ما تظهروا وتعملوا اللي باتكن هيه وتشتروا اللي باتكن هيه جوا اهانا ديفلوبمنت يعطيكم الف عافية اليوم باب انت مسلتون وكل التوفيق نتمنى لهذا المشروع لكل مشاريعكم شكرا لك أهلا وسهلا فيك شكرا لك